اهلا بحضرتكم متابعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج استراحة اليوم نلتقي مع سيد صليح فاضل المحلل السياسي السوري كي نناقش ما قام به الجيش الاوكراني من غنائه لانشودة الصلاة على النبي وكان امر لافت للنظر حجم المغازلة الكبير من قبل الجيش الاوكراني تجاه الاسلام والمسلمين ايضا تكريم رئيس اوكرانيا زيلانيسكي لرئيس مجلس الافتاء الاوكراني كان لافت للنظر في المقابل نشاهد رئيس الروسي فلاديمير بوتينيو قرر فتح ساحات امام جميع المسلمين من اجل اداء صلاة العيد وحديثه عن الملايين التي تتواجد داخل الدولة الروسية للمسلمين وعن الحريات الكبيرة التي ينعم بها المسلمون داخل القطرة الروسية ايضا مغازلة اخرى اتت من قبل الرئيس الامريكي جو بايدن وحديثه عن انه شارك المسلمين الصيام فيما يتعلق بعدم اكله للحلويات او للمسلجات كما اشاره اذا لافت للنظر بان كل القوى العالمية الان تقوم بمغازلة المسلمين عموما ارحب بضفنا الكريمة في حلقة الليلة سيد صالح فاضل اهلا بحضرتك المحلل السياسي السوري وعضو المجلس التركماني الوطني طبعا مستشار التجمع الوطني لتركمان سوريا جميعا مرحبا بكم ما شاء الله حضرتك يعني الصفات كثيرة لديك عضو المجلس الاسلام السوري سابق عضو المجلس الوطني السوري التركماني محلل كاتب الله اكبر الله يبارك فيك الله يحفظكم يعني هذه طبيعة الثورات لا بد ان تفرز انشطة كثيرة ونشارك بها واسأل الله الخير ان شاء الله طيب بداية ماذا تعلق على تلك المغازلة التي نراها اليوم من قبل الجيش الاوكراني وصلاة الجيش الاوكراني على النبي كانت لفتة العنظر على السوشيال ميديا لدى المحللين حينما رأوا هذه الفرقة العسكرية الاوكرانية تنشد وتغني في حب رسول الله عليه الصلاة والسلام الأمر الملفت للنظار حقيقة على الصعيد العالمي ان الاسس التي تبنى عليها الحضارة الغربية بشقيها الاشتراكي والرأسمالي نعم افلست لا توجد طريقة عندها الا استثمار الدين سواء الدين الاسلامي او الدين المسيحي فبوتين استثمر المسيحيين في حربه الاخيرة في اوكرانيا واستثمر ماذا المسلمين الشيشان ايضا الاوكرانيون ايضا يستثمرون بنفس الاتجاه والولايات المتحدة الامريكية تستثمر بنفس الاتجاه ويعني عملاء امريكا في المنطقة او عبيد امريكا في المنطقة زي ايران مثلا ايضا تستثمر بالاسلام ايضا في حروبها التي تشنها في المنطقة يبدو انهم مقتنعون ان لا استثمار او لا نصر الا باستخدام الدين في عملية حسم المعركة الولايات المتحدة الامريكية شاهدنا جميعا كيف انها استثمرت في افغانستان وتعاونت مع المجاهدين الافغان في عملية القضاء على ما يسمى بالاتحاد السوفيتي ماذا سيستثمرون هل يستثمرون الالحاد والله يا ديمقراطيين تعالوا حاربوا معنا حقيقة هؤلاء الديمقراطيين باستلموا ادارات العلمانين بشكل عام باستلموا ادارات بينتجوا اعمال اقتصادية الا بالحروب فانهم فاشلون هو لا يمكن ان يذهب الى الموت لان الحرب تحتمل الموت وتحتمل الحياة السعيدة خاصة للذين يحاربون لاهداف النبيلة ولكن الموت هو احد اهم الاحتمالات للمقاتل المسلم يذهب وفي ذهنيته وفي عقيدته ان هناك جنة ونار وكذلك المسيح المتدين اما العلمان يذهب يقاتل لماذا لحالة الانسانية هذا كله رأى حقيقة المقاتلون الاشداء عبر التاريخ سواء المسلمين او غيرهم عندما حاربوا لاجل دينهم كانوا يطمحون الى حياة فيها جنان النعيم في الاخرة فيها بعد عن النار ولذلك يدرك هؤلاء المفلسون في الغربيون يدركون تماما ان الافكار التي يحملونها لا يستطيعون ان يحاربون بها مواجهة يعني المعروف الذي سيحصم المعركة على الارض هم المشات والمدرعات لذلك هم يبرعون لاجل تخفيف الخسائر يصربون مليارات الدولارات لاجل القتل عبر التقنيات لانهم هم اجبن الناس في عملية المواجهة الفيزيائية او المواجهة العسكرية فمن هذا المنطلق كان للاوكرانيين ان يستثمرون المسلمين وللروس ان يستثمرون المسلمين ايضا حقيقة بالذات روسية تحقق هدف استراتيجي لان عبر تاريخها ولعلنا تحدثنا في حلقة ماضية عن جرائم الروس بحق المسلمين عبر التاريخ ان المسلمين السنة تحديدا والشيشان الاكثر تحديدا موتهم لا يعتبر خسارة بالنسبة للروس بل هناك سبب اخر هؤلاء يخففون خسارة الجيش الروسي لا يريدون ان تتكرر مشكلة افغانستان ويقتل الكثير من الروس وتنتهي روسيا كدولة اتحادية كما انتهى قبلها الاتحاد السوفيتي فبوجود الشيشان بالاضافة الى اسباب اخرى يخفف ايضا القتل من الجيش الروسي ايضا الموضة الحديثة في الانظمة الغربية الروسية والغربية الاخرى هناك حالة جديدة اسمها خسخصة الحروب خسخصة الحروب تعتمد يعتمد هؤلاء الجبناء حقيقة نفسيا ولكنهم اقوياء بالسلاح يعتمدون على غيرهم من الجماعات غير الرسمية في عملية القتال ومنهم الميليشيات الشيشانية الان وقبلهم فاغنر وغير ذلك الذين يمارسون العنف في بلادنا تراهم يذبحون الناس مع دومي الانسانية لانهم هؤلاء مرتزقة في الغالب جاءوا عبادة للدرهم والدينار وليس لاجل اي مبدأ انساني كان لكن لفت للنظر هو عدم قدرة روسيا على تحقيق اهدفها في اوكرانيا فشلت في اقتحام العصمة كيف فشلت ايضا في الدخول لثاني اكبر المدن الاوكرانية خاركيف والان هي تحاول في الشرق الاوكراني فماذا تعلق على هذا الامر يعني نحن اذا اردنا ان نفكر بالعمق السياسي لماذا هذه الحرب حقيقة هي جر امريكي لروسيا الى مستنقع ما لاضعاف اوكرانيا واضعاف روسيا ايضا لان اضعاف روسيا روسيا الان تمادت في غيها وضلالها في سوريا وفي اذربيجان وفي غيرها وايضا حقيقة صار هناك صراع روسي امريكي لم يظهر الى العلن اظهر في الساحات الاخرى لان الولايات المتحدة الامريكية تريد ان تضم عدد من الدول المحيطة بروسيا الى حلف الناتو وهذا لا يمكن ان تقبله روسيا على الاطلاق هذا هو من احد اسباب الحرب فالان امريكا جرت روسيا الى المستنقع الاوكراني وبالمناسبة هي اول مرة في التاريخ المعاصر نجد ان المستعمرون ينقلون حربهم من ديار المسلمين الى ديارهمهم حقيقة سابقا معروف الحروب اين في فلسطين المحتلة في افغانستان في العراق في اليمن موجودة حرب وغيرها كثير من الحروف في اذربيجان ايضا ولكن لاول مرة تنقل الى حرب هؤلاء المستعمرين الطامعين بثروات الدنيا كلها ينقلونها الى ديارهم وهذه الحقيقة يعني انعطافة تاريخية في التاريخ المعاصر لا ندري الى اين سنصل لكن فلنعلم ان اوكرانيا تلك الدولة القوية جدا بثرواتها ثروات الحديد والزيوت والقمح الذي اثر حتى على دول الشرق الاوسط او على دول الوطن العربي والاسلامي وتؤثر على ايضا على اوروبا نفسها بالاضافة الى تأثر اوروبا بقضية الامدادات الطاقة من قبل روسيا كل هذه الامور الولايات المتحدة الامريكية برأيي انها تريد اضعاف روسيا واضعاف اوكرانيا والاتحاد الاوربي وحتى اذا اوكرانيا تذهب الى دخل الاتحاد الاوربي عليها ان تدخل ضعيفة وليست قوية وهذا السر الذي يرفض به دخول تركيا كدولة قوية او قابلة لان تكون دولة قوية الى دول الاتحاد الاوربي الامريكان يرفضون دخول اي دولة قوية الى الاتحاد الاوربي ليبقى ضعيفا وتحت المظلة الامريكية الان الصحافة العالمية تتحدث عن قضب الرئيس الامريكي جو بايدن من تلك التسريبات التي خرجت للصحافة والتي اشارت الى ان المخابرات الامريكية تلعب دورا هاما في مساعدة الجيش الاوكراني من اجل قنص الجنرالات الروس ومدهم بمعلومات عن اماكن وجود هؤلاء الجنرالات كيف ترى هذا الامر؟ ولا شك هذا الامر يدل ان الولايات المتحدة الامريكية حقيقة لا تدخل بثقلها كله وخاصة بعد حرب العراق يعني حقيقة ذاقوا الامرين نسبيا ولذلك سلموا العراق كلها الى ايران يعني والايران هي اصبحت الان الوجه الامريكي لكن اله لحي واله عمام سوداء هم امريكان يحتلون العراق والحروب ليست خلال احمر ولذلك اليوم الامريكان يقومون باعمال وفق تقنيات معينة وفق القنص اعمال استخبارية لان قتل الجنرالات يعني قتل الخبرات يعني الالات هذه ليس فيها مخططون استراتيجيون في الحروب العسكرية هذه الالة لا تقاتل لوحدها لابد من خطة استراتيجية ولذلك الامريكان واعون على هذه النقطة فذلك استهداف القادة دائما له اهداف كثيرة اولا الاحباط الحالة النفسية للجيش الروسي يعني بالتالي الحرب هي اكثر من نصفها حرب نفسية عندما يسقط القادة الروس قتله فالحالة النفسية للجيش الروسي بتصير مهيئة للهزيمة وتصبح ضعيفة جدا بالاضافة كما قلنا انها تقتل الخبرات وقتل الخبرات هذا عمل امريكي قديم شفنا ايضا في العراق كيف قتلوا الخبراء العراقيين هنه والايرانيين مشترك تعاونت الايرانيين والامريكان في قتل الخبراء الاسكريين في العراق الخبراء النووي خبراء تصنيع السلاح كل الخبراء حتى قتلوا خبراء الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية لان قتل الخبرات هو اضعاف وتأخير لتطور هذه الدولة الى عقود طويلة وممتدة حتى تستعيد حياتها من جديد طيب لفتل النظر أيضا هو حجم الإنهاك الكبير الذي تتعرض له القوات الروسية الآن في الشرق الأوكراني كيف ترى هذا الشيء؟ قلنا نحن الأمريكان يعني يقودون الروس إلى المستنقع أيضا هناك هذا المستنقع قد يطول لا تجره فقط إلى الشرق الأوكراني هي تجره إلى كل أوكرانيا لكن اليوم مثلا الأمريكان أو الغرب عندما أراد للأوكرانيين الصمود دعمهم بألف وخمسمائة صاروخ مضاد للطائرات لو دعموا الثوار في سوريا بمية وخمسين صاروخ لأسقطنا نظام الأسد من زمان لذلك المعايير الغربية والمعايير الأمريكية هي معايير مزدوجة في أوكرانيا يدعمون الجيش الأوكراني بكل التقنيات وبالسلاح لإنهاك روسيا وأنا أرى أن الأمريكان أخطأوا في هذا التكتيك العسكري لو دعموا الجيش السوري الحر البطل بالأسلحة الإلكترونية وبالأسلحة المضادة للطائرات لأسقطنا روسيا وبشار الأسد ربيبه المجرم في على الأرض السورية لكن حقيقة أنا أخاطب السوريين جميعا والمسلمين عامة فليعلموا أن حقيقة بشار الأسد رجل أمريكا في المنطقة إيران رجال أمريكا في المنطقة روسيا جاءت بضوء أخضر إلى المنطقة داعمي الطرفين هم بأوامر أمريكية وكأن القاتل والمقتول يقتل على أيدي الولايات المتحدة الأمريكية بكل أسف بمسرحية طويلة كبيرة وهذه النصحة يبدو أنها تتكرر من جديد في أوكرانيا طيب بوتين يستعرض بجيشه في أحد الميدين الشهيرة بالعاصمة الروسية موسكو في ذكرى يوم النصر اليوم الذي انتصرت فيه روسيا على ألمانيا في عام 1945 وكانت حاضر الأليات والمعدات العسكرية الروسية وكانت هناك تخوفات وتحذيرات من الخبراء العسكريين الغربيين التبعي للليلات المتحدة الأمريكية وعدد من دول الاتحاد الأوروبي من أن يعلن فيلاديمير بوتين التعبئة العامة لكن كان دافت لنظر عدم إعلام بوتين لهذا الأمر وتلويحه بطائرة نهاية العالم وهي الطائرة التي خصصها الجيش الروسي لرئيس روسيا إذا ما حدثت حرب نووية كي يقود البلاد من هذه الطائرة كيف ترى الأمر برمته واحتفال بوتين بيوم النصر لروسيا يعني هو رسالة حقيقة الاحتفالات بشكل عام هي رسالة إلى الشعب الروسي على أن الذي استطاع أن يحقق النصر على هتلر أو على النازية هو يستطيع أن يحقق النصر على ما هو أقل من هتلر ألا وهي أوكرانيا ولكن المسألة مسألة وقت هي دفعة معنوية استثمار لهذه المناسبة لا أكثر لكن الغرب أيضا والشرق وروسيا لا أعتقد أنهم سيوصلون المعركة إلى مرحلة استخدام السلاح النووي لأن السلاح النووي أمره خطير سيضرب العالم بأسره وليس روسيا أو أوكرانيا فلذلك تبقى الضغوطات إلى ما قبل استخدام النووي هو إضعاف اقتصادي لروسيا والصين أيضا يجب أن نعلم أن أحد أهداف الحرب هو إضعاف التحالف التنين الصيني مع الدب الروسي الذي يريد أن يتصدر السياسة العالمية في مواجهة الغرب والولايات المتحدة الأمريكية ولذلك اليوم من جملة الأمور كما حسب الخبراء في تسعمائة مليون دولار يوميا تكاريف فقط الذخائر الروسية عدل خسائر الأخرى هذا في اليوم الواحد وبالتالي هو أصلا الاقتصاد الروسي إذا ما قولنا باقتصاديات دول أخرى أوروبية زي هولندا والداني مارك اللي عايشة على الحليب تجد أن الاقتصاد الروسي هو أضعف منها والدخل الفردي في تلك الدول هو أعلى مستوى هناك تململ أيضا في روسيا من الشعب الروسي بسبب الفقر بسبب الفساد الاقتصادي الكبير جماعة بوتين عامل مثل آل الأسد ورامي مخلوف أيضا في عنده ميت رامي مخلوف هناك وعصابات تستولي على الطاقة تستولي على تجارة القمح تجارة الحديد فكل هذه العوامل حقيقة ستضعف روسيا ولذلك يلجأ بوتين يعني إلى علاجات وهذه العلاجات هي موضعية ومؤقتة كاحتفالات بعيد نصر الاستعانة بالشيشان وقديروف عميله الموجود وهو جزء من هذه المؤامرة على الأمم على الأمم كلها بما فيها الأمة الإسلامية ما علاقة الشيشان بأوكرانيا حتى يزجوا بهذا هو لا يخسر شيء مسلمين سنة تموت تحت حجة على أنهم هم يعني جنود روس وقديروف يريد أن يعلي مركزه وهذا ديدا العلماء حتى أن أحد القادة اللي هو آدم عثمانييف القائد الشيشاني العسكري المتمرس الذي له خبرة قتالية كبيرة يقاتل في صفوف الأوكرانيين ضد روسيا يقول هؤلاء ليسوا شيشانيين وإنما هؤلاء دمى وألعاب بيد بوتين هؤلاء لا علاقة للشيشان بهم طيب لفت للنظر حديث الصحافة العالمية اليوم عن إهانة السفير الروسي في بولندا السفير الروسي في بولندا ذهب لمقابر الجنود السوفيت ووضع إكليل من الزهور على هذه المقابر وفجأ بالمحتجين يقومون بإلقاء طلاء أحمر عليه وإهانته بشكل كلافت للنظر لدى الصحافة العالمية بماذا تقول عن هذا الأمر وكيف تراه يعني الروس كما قلنا قبل قليل يريدون أن يستثمرون بيوم النصر ويوم النصر عادة يعني النصر أو أي دولة محترمة تسعى إلى النصر معنى ذلك أننا عندما نصل إلى نقطة النصر وصلنا إلى نقطة حقن الدماء الإنسانية أرادوا أن يضربوه أو أضربوه بالطلاء الأحمر ليقولوا له أنت كذاب أنت وبوتين ودولتك الروسية أنتم دمويون وأنتم لستم أهل نصر أنتم من يصنعون الدماء أنتم مجرمون وأنتم كهتلر تماما تريدون أن تحتلوا العالم جرائمكم موجودة اليوم في أوكرانيا بدون سبب وجيه دمرتم في أفغانستان دمرتم في أذربيجان وقفتم حاربتم دول كثيرة دمرتم الشعب السوري العريق العظيم أيها الروس أنتم دمويون مجرمون ولذلك هذه المسألة التي قام فيها البولنديين هي ليست هي الوحيدة الآن وإنما لعلك سمعت أو أسمع والآن أقول المظاهرة أو التظاهرة مسيرة العدالة والسلام مسيرة الحرية التي انطلقت من باريس على يد البيت السوري حول العالم وأحيي رئيسه الأستاذ معتز شقلب واتحاد التنسيقيات السورية في باريس بالتعاون مع الاتحاد الأوكراني كيف سيروا حقيقة مسيرة سلمية ممتدة من باريس وشارك فيها أعظاف البرلمان الفرنسي وبلديات في فرنسا وذهبوا إلى بروكسل وإلى محكمة لاهاي الدولية أيضا وقدموا عريضة عن جرائم بوتين والأسد والجرائم المشتركة ثم انطلقوا إلى برلين وهناك وقفوا وقفة احتجاج كبيرة السوريون والأوكران والأحرار أيضا من ألمانيا ومن مختلف الدول العربية والإسلامية أمام سفارة المجرم بوتين في برلين حقيقة ليس فقط البولنديين وإنما هذه سلسلة من باريس إلى بلجيكا ومرورا بألمانيا وعدة دول أخرى وقد ساهموا بعمل سياسي كبير ليعرف العالم كله أن هناك جريمة أخرى لبوتين في المنطقة أو في العالم ألا وهي جرائمه المتكررة في سوريا وعلى رأس هذه الجرائم إضافة للقتل دعمه لأسطورة من أساطير الإجرام إنه بشار الأسد وأعواني هل تعتقد بأن القارة الأوروبية الآن معرضة للتقسيم والتشرزم مع هذه الحرب الروسية الأوكرانية؟ التقسيم تقصد فيه أوكرانيا؟ في أوروبا عموما يعني نشاهد الآن بولندا نشاهد الآن بعض من الدول تتخوف بالفعل من دخول القوات الروسية لها تحاول أن تنضم الحلف الناتونات حدث عن دولة مثل السويد يعني تشعر بأن القارة الأوروبية الآن في مهب الريح؟ أنا أعتقد أن هناك خارطة جديدة كانوا يقولونها للشرق الأوسط والمخصد الوطن العربي الحقيقة بشان يلغوا فكرة الوطن العربي خليوا يعرفوا الناس أن مصطلح الشرق الأوسط هذا مصطلح استعماري حقيقة كما أن هناك بوادر لسايكس بيكو جديد في منطقتنا أعتقد أن هناك فعلا محاولة أيضا لإنهاء الاتحاد الأوروبي أو إضعافي على الأقل وإضعاف أوكرانيا لتكون مؤهلة لدخول اتحاد أوروبي وهي بحالتها الضعيفة لكي لا تقويه ويكون الاتحاد الأوروبي كلمته الكبيرة في السياسة الدولية وفي الاقتصاد الدولي وهذا ما لا تريده أمريكا كما أن أمريكا استطاعت جر روسيا إلى المستنقع الأوكراني لأجل الوقوف في وجه كما قلنا قبل قليل التحالف الصيني الروسي في العالم لأجل أن يكون قوة اقتصادية وعسكرية عالمية فأمريكا الحقيقة تتخوف من أي كيانات ممكن أن تكون قوية وهي تبنت الحقيقة لولايات المتحدة الأمريكية يبدو سياسة إضعاف العالم من خلال سايكس بيكو جديد مثلا في منطقتنا وفي غيرها من دول العالم لأنها متخوفة من بروز قوى كبرى في العالم لذلك عمليات التقسيم هي واردة أو عمليات الإضافة عبر سلسلة من الحروب المفتعلة طيب كان لافت للنظر هو حجم الخلاف الروسي الإسرائيلي في الأولى الأخيرة بعد تلك التصريحات التي صدرت من قبل وزير الخارجية روسي سيرجي لافروف والتي تحدث فيها عن أن دماء هتلر يهودية واشر أيضا إلى من يشجبون ويدينون الحرب الروسية تجاه أوكرانيا بأن عليهم أن يعتبروا أوكرانيا هي فلسطين حين إذن ضمرهم سوف يرتاح كيف ترى تلك التصريحات وحجم تلك الخلافات التي أعقبها إعلان من قبل الإحلال الإسرائيلي عن أنهم تلقوا اعتذار من قبل الكريملين على تلك التصريحات حتى لو تلقوا اعتذار لكنه من تعتيم إعلامي اعتذار ما أقدره لكن حقيقة إذا رجعنا إلى التاريخ بالوراء لمرحلتين مرحلة قيصر مرحلة قيصر الدولة القيصرية أو الدولة الإمبراطورية الروسية التي أنهاها ويعلم بوتين ذلك هو ما يسمى بالحزب الشوعي في ذلك الوقت والحزب الشوعي قادته وأشار إليه بوتين بتصريح واضح مؤخرا ونحن نعلم ذلك قادتهم من اليهود يعني فلاديمير إليتش لينين يهودي تروتسكي يهودي ستالين يهودي وغيرها وقال أن من صنع دولة أوكرانيا هو لينين لأنه يهودي وأعطى النفوذ اليهود في أوكرانيا وأن اليهود هم من قضوا على الإمبراطورية الروسية القيصرية ولذلك بوتين عندما في حروبه الحقيقة يحرك الكنيسة الأورتوذكسية لأن الكنيسة الأورتوذكسية التي كانت هي السلطة الأولى في عصر قيصر الروسي يحرك ويدغدغ مشاعرهم الدينية ليعلمهم أن الحرب هي بين اليهود والكنيسة الأورتوذكسية وحركها في الحرب بسوريا أيضا لماذا؟ لأن الروس عبر تاريخهم القديم كانت حربهم على المسلمين السنة في العالم الإسلامي الآن أما بعصر قيصر فيعتبر أن المجرمين ويعتبر بوتين المجرم يعتبر أن لينين اليهودي هو من أسقط القيصرية وأن كل عصابات القتل والإجرام الشوعية هي تأسيس يهودي وبانتياز ولو استقرأنا التاريخ بيطلع كلام بوتين في هذه النقطة تحديدا في القضاء على الدولة القيصرية نعم لقضى عليها الحزب الشوعي البلشفي وقيادته العسكرية والسياسية هو من اليهود فعلا ولذلك هذه الإثارة لا تحتاج إلى جهد كبير جدا تحتاج إلى تسليط إعلامي لأنها حقائق تاريخية استخدمها بوتين في هذه المرة طيب كان لافت للنظر الآن في هذه الأيام تلك الكلمات التي صدرت من قبل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق يهود باراكا والتي يتحدث بها عن تخوفات لديها من زوال إسرائيل في العقد السامن لها كيف ترى هذا الأمر؟ يعني لا شك يا لنحن الدولة الصهيونية هي دولة هي كيان وظيفي وكل الكيانات الوظيفية إما تنتهي نهائيا أو تنتهي بتجزيئها وتقسيمها إذا كانت كبيرة دولة الكيانة الصهيونية هي فلسطين يعني مساحتها 27 ألف كيلو متر مربع بما فيها الجزء الذي خلينا نقول يسيطر عليه إداريا الإخوة الفلسطينيين والجزء الآخر الذي هو بين الصهيونية والعرب كله على بعضه 27 ألف كيلو متر مربع يعني دولة هي ما كتير يعني قابلة للتجزيئ ولذلك قابلة للنهاية فهذا هو أمر طبيعي هي كيان وظيفي اليوم لكن شو الفرق بين الكيانات الوظيفية مثلا كإيران كيان وظيفي أمريكي الآن وبين إسرائيل ككيان وظيفي الكيان الإسرائيلي كيان وظيفي مكلف ماليا للولايات المتحدة الأمريكية والغرب رح يدفعوا إلى الآن أتاوات ألمانيا بتدفع الدول الأخرى بسبب محرقة اليهود والمسألة السامية والعرقية وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية تدفع مليارات الدولارات سنوية لدولة الكيان لكي تبقى أما العميل الخميني وأتباعه خامنئي والمجرمين الإيرانيين هو حقيقة نظام أمريكي غير مكلف لأنه دولة غنية بترولية تحقق كل المصالح الأمريكية في المنطقة اللي هي تقسيم المنطقة طائفيا وقد هذه الخميني الذي أتت به المخابرات الأمريكية ما كان عنده حزب تصور واحد عادي مثل حكايتنا شالو صعي له لحيه ولو كذا لكن ليس حزب وقضى على أكبر جيش يعني سيطر على أكبر خامس جيش العالم اللي هو الجيش شاه إيران السابق وعلى السافاك جهاز الاستخبارات الإيراني العظيم المشهور بقوته دخل بالطائرة واستلم الحكم وأعمل كم مسرحية احتلوا السفارة الأمريكية في طهران وعطوا السفارة الإسرائيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية مسرحيات وأمريكا جابت هذا النظام لتمزيق هذه المنطقة طائفيا عبر صراعات ولولا الضوء الأخضر الأمريكي لما وجدنا الإيرانيين في عواصم عربية متعددة بغداد العراق عراقنا العظيم عراق الحضارة بينهو الإيرانيين أو الأمريكان عن طريق الذراع الإيراني الذي يدعي الإسلام والإسلام منه براء ثم يأتي إلى اليمن ثم إلى دمشق وبيروت وأصبح من فترات ضربت الصواريخ المملكة العربية السعودية صواريخ الحوثي المجرم الذي هو ذراع لمن؟ للصفويين الإيرانيين وهكذا إيران حقيقة تنفذ المخطط الأمريكي في المنطقة كيان غير مكلف فلا أستبعد اليوم ولذلك فلا أستبعد وجود إن استطاعت إسرائيل أن تتفلت من السلطة الأمريكية أو تجد فرصة مناسبة نعم إسرائيل تضرب إيران رغم أن إيران هي حامية لحدود اليهود لكنها يشعر اليهود أن البديل الفعلي ككيان وظيفي هي إيران لأنه كيان غير مكلف في المنطقة ولعل تكون هي بديل عن الكيان الصهيوني في المنطقة أنا لا أستبعد هذا ولكن عندنا اعتقاد معدقداتنا الإسلامية أن الكيان الصهيوني دولة زائلة جسم غريب عن المنطقة بنشأته بشخوصه معروف أن اليهود الذين جمعوهم من كل أفق من أمريكا الغربي مع الأمريكي مع الألماني مع المغربي مع العراقي مع الروسي معها من كل دول الفلاشة بالأخير الرحلات لأنه اليهود ما بيفرخوا أولاد كثير مثلنا ما شاء الله نحن الله مبارك فينا جابوهم حتى قبلوا باليهود السودهم مع أن الكيان الصهيوني كيان عنصري وفي تمييز جابوهم لأنه ما عندهم ما يكفي حتى للعمل الزراعي والصناعي وإلى غير ذلك الكيان الصهيوني يضرب فيه الأبر لأجل مد حياته الكيان الصهيوني زائل ونحن في عقيدتنا أنه زائل لا تقوم الساعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى تقاتلون اليهود هم غربي النهري وأنتم شرقي فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فينطق الحجر والشجر ويقول يا مسلم يا عبد الله تعالى وراء يهودي فاقتله إذن هذه الحجر والشجر لا يكذب يا مسلم يا عبد الله عندما تتحقق العبودية أما جماعة الديسكو وجماعة السكر والوسكي هؤلاء مزيد من الانكسارات والانهزامات لا بد من تجديد العهد مع الله لنحقق النصر على أنفسنا أولا ثم توحد هذه الجهود عبر مشروع نهضوي مستند إلى الوحي عندها سترى أن كل هذه الدول التي تجرم بحق أهل السنة والجماعة ستنتهي أو ربما تعتنق هذا المشروع النهضوي جميل جدا طيب سيد صالح مع انهاك القوات الروسية في أوكرانيا وتركيز بلاديمير بوتين على المشهد الأوكراني الآن نشهد بأن هناك قوات روسية تترك الأراضي السورية وتذهب كي تقاتل في أوكرانيا ما تأثير هذا الأمر على نظام بشار الأسد؟ دخلت اليوم القوات الإيرانية سلمت الحقيقة القواعد الروسية إلى القوات الإيرانية تسليما لأجل ملأ هذا الفراغ وهذا يؤكد أن هناك في مناطق في تنسيق بين الرعي الاستراتيجي للسياسة الدولية لولايات المتحدة وربيبتها إيران حقيقة سمحت لإيران أن تأخذ القواعد العسكرية الروسية طبعا روسيا لم تترك كل سوريا هناك ما زال قواعد عسكرية روسية في سوريا أيضا كبلت هذا النظام بمعاهدات اقتصادية السيطرة على الفوسفات الآن الإيرانيين فلسوا منها إلا إذا بديهم حراسة ويعطوهم إجراء وراته وآخر الشهر الروس ما أدري الفوسفات هي بيد روسيا ميناء اللاذقي وترطوس بيد روسيا هناك حقول نفط في بادية حمص بيد روسيا القاعدة البحرية الروسية أيضا الموجودة على البحر المتوسط في سوريا بيد روسيا واتفاقية ممتدة إلى عقود طويلة حتى أن الشروط المجحفة شروط يفرضها السيد على عبده بشار حتى لو اختلف سوري وروسي في القاعدة البحرية أو في المدينة التي تحتضن القاعدة البحرية تعود هذه القضية إلى المحاكم في موسكو وليس في سوريا الروس حققوا أهداف كثيرة في سوريا ولذلك اليوم انسحابهم لن يؤثر على المصالح الروسية في سوريا إلا إذا تم إسقاط بشار الأسد وإخراج الإيرانيين عبيد أمريكا عبيد إيران عبيد الشيطان البعض رأى في زيارة بشار الأسد الأخيرة لطهران بأنها تمثل إهانة جديدة له وقالوا بأن المشهد غير لائق بالمرة بماذا تعلق على هذا الأمر؟ أعلق أن بشار الأسد لا يحكم سوريا حقيقة أبداً هو عنده الختم فقط وهذا الختم يؤخذ في أي لحظة يعني اليوم لو سألت أي مواطن سوري ثائر أو من المولاة مولاة النظام يعني لو سألنا منطقة ما يسمى بحاضنة النظام وأنا أشك الآن النظام له حاضنة ما ضل له حاضنة له قوة واستخبارية لو سألنا من الأقوى حزب الله ما بدي أحكي دول أم بشار الأسد الجميع سيقول حزب الله من الأقوى الروسي وقاعدة حميميم أم العاصمة دمشق سيقول لك حميميم من الأقوى الميليشيات الإيرانية أم النظام السني من أقوى الميليشيات الأفغانية والباكستانية الشيعية في سوريا أم بشار الأسد سيقول لك الميليشيات الأفغانية والباكستانية هناك مراكز قوى أخرى أيضا وطنية على صعيد اقتصاد صد أقوى أو العسكري أقوى من بشار الأسد بشار الأسد هو بيدق لا غير هو صنم سيسقط في القريب العاجل بإذن الله بإذن الله طيب سيد صالح لافت للنظر هذا الدوري التركي ونحن نتحدث الآن عن خطة تركية لعودة السوريين طواعية كما شرى الرئيس أردوغان كيف ترى هذه الخطة خاصة مع تأكدات الرئيس أردوغان في خطابه الأخير بأنه لن يطرد السوريين مطلقا من الأراضي التركية لكنه يتحدث عن تنمية جديدة فيها الشمال وعودة طواعية للسوريين بماذا تعلق؟ حقيقة أعلق يعني إلى الآن يبدو الاستراتيجية التركية استراتيجية غير واضحة في المسألة السورية برمتها بكل أسف يعني وحتى في مشروع اللاجئين يحتاج إلى تأني وأنا أعلم من الآن أنا عملت دراسة أو مشروع دراسة للواقع في المنطقة المحررة من الشمال السوري على الصعيد القضائي على الصعيد الأمني على الصعيد التربوي على الصعيد الصحي والزراعي والتجاري وأمن الحدود إذا أراد الأشقاء في تركيا أن يتعاون معنا في هذه الدراسة وبإيجاد الحلول المناسبة لمشكلة اللاجئين لمشكلة الحالة الأمنية في الشمال المحرر والحالة الاقتصادية والقضائية وغير ذلك فنحن جاهزون عبر فريق عمل لمعالجة هذه الأمور حتى الآن الاستراتيجية التركية في الشمال السوري حقيقة غير واضحة لا يفهمها السوريون بل لا يفهمها حتى الكثير من الأتراك ولا الأساطين السياسة السورية والتركية فهموا إلى الآن إلى أين نحن ذاهبون يعني الحقيقة المسألة أنا اطلعت على بعض المباني التي تبنيها الجمعيات لم أطلع على المباني التي تبنوها الأتراك يعني هي مباني بأربعين متر وثلاثين متر فالحقيقة لا تصلح إلا لأكواخ الدجاج وهذه غير إنسانية لذلك يجب إعادة النظر الحل الوحيد يا إخوتي يا أتراك يا عرب يا مسلمين يا مجتمع ديمقراطي يا من تدعون الحريات هو إسقاط نظام بشار الأسد أكرر ما قاله دولة بهتشلي الذي أحييه على هذا التصريح لكن أطالبه يا دولة بهتشلي أيها المناظر الثوري الحر وأنك من أصحاب القرار قلت والعالم كله سمعك أن لا يتحقق الحرية في سوريا ولا الأمن القومي التركي إلا بإزالة بشار الأسد في دمشق ووضع لتشوال في رأس بشار الأسد واقتياده إلى المحاكم دولة بهتشلي أحييك وسأحييك أكثر إن استطعت أم تضغط أن يتحول هذا المشروع من النظرية إلى التطبيق طب فكرة أن تطبيق هذه الخطة البعض يرى بأن هناك معوقات حقيقية على أرض الواقع تتمثل فيه الوضع غير الآمن بالنسبة 100% في الشمال السوري ضرورة بناء مستشفات ضرورة بناء مصانع وتوفير فرص عمل للسوريين في هذه المناطق ضرورة توفير مستشفات إذن نحن نتحدث عن ضرورة أموال ضخمة للغاية هل تعتقد بأن مثل هذه المعوقات تركيا قادرة بالفعل على تخطيها حقيقة أي دولة قادرة على تخطيها أولا الأرض السورية هي أرض خصبة العقلية السورية هي عقلية فذة عقلية منتجة حتى أحد مشايخ مصر قال نحن نتمنى وزير الصناع يكون سوري لماذا؟ لأجل الإنجازات وفي فترة قصيرة في القاهرة وضواحيها وكل الإشقاء في بصر يعلمون ذلك الإنسان السوري إنسان نشيط لكن حقيقة هناك كوابح قانونية كوابح أمنية وكوابح الحقيقة حتى أرى أنها مقصودة إلى الآن ما أدري من القوى التي تعمل على إضعاف الشعب السوري لقتل ثوريته لكن نبشر العالم كله ثوريتنا لن تنتهي وعملنا على إسقاط النظام المجرم سيستمر وهذه المستوطنات والمخيمات الجديدة هي ليست حلا للقضية السورية الحل الوحيد هو سيطرة الأحرار على دمشق وإزالة بشار الأسد ومحاكمته وعدم إلهاءنا بالقضايا اليومية سكر وزيت ووطحين ومعرف إيش وبيت حقيقة هذا الأمر هو مرفوض وأنا أخاطب السياسي الأتراك كفاكم جميعا كلكم أن تستثمروا بقضية اللاجئين السوريين أنتم تفتقدون نظاما قانونيا للجوء السياسي أو اللجوء الإنساني في تركيا المشكلة مشكلتكم أنتم نعم نحن مستعدون كسوريين أحرار وتركية همنا ونطمح إلى التعاون الخلاق بين شرفاء الشعب السوري وشرفاء تركيا وليس بين أوساخ الشعب السوري وغيرهم نحن نريد التعاون مع الأحرار لحل مشكلة اللاجئين ولحل مشكلة الثورة السورية نحن معكم نحن متفهمون أن هناك مشكلة للاجئين في تركيا متفهمون أن هناك أطراف من النظام السوري ومن عملائه هنا لإيجاد فتنة بين السوريين والأتراك لأجل إضعاف حكومة العدالة والتنمية وهذا لا نريده لكن كلمة لا نريده يجب أن تتعاونوا أيها الأشقاء في تركيا مع شرفاء سوريا السياسيين وخبرائها في حل مشكلة اللاجئين هنا ولا مانع عندنا من ترحيل السوريين إلى سوريا لكن وفق ظوابط أولا الأمان الاقتصادي الحالة الأمنية التعليم الصحة وأنا أدعوكم من الآن حالة مبدئية وسريعة أن تمدوا ساقية ماء زراعية من جرابلوس إلى ريف عزاز والباب وغيرها لهذه الأرض خصبة من نسبة مئة بالمئة هذه لحالها تستوعب أكثر من 200 ألف عامل زراعي وتقوّل اقتصاد مع الصناعات الغذائية تفتحون خط ترانزيت عبر مطاركم وموانئكم أيضا للتصدير وتنشيط الزراعة وحالة المرور الآن بين الأقارب في تركيا والأقارب في سوريا نحن أمة واحدة وكما قال الشاعر المصري أحمد محرم يا آل عثمان من ترك ومن عربي وأي شعب يساوي الترك والعربة صون الهلال وزيد مجده علم لا مجد من بعده إن ضاع أو ذهب حالة التشتت والتفرق والابتعاد عن مشكلات الشعب السوري الحقيقية هذه ستؤثر على الأتراك أولا وعلى السوريين ثانيا وعلى الأمة العربية والإسلامية ثالثا بل ربما تهدد السلم العالمي ندعوكم أيها الأشقاء العرب والأتراك جميعا إلى دراسة ليس حالة اللاجئين وإنما حالة إسقاط النظام هو الحل الأوحد ابن غوط الدمشق شو بدي يسوي بعزاز عندنا وابن ريف حما شو بدي يسوي بعزاز أو الباب عندنا ابن ريف حما يطمح بالعودة إلى ريف حما وابن ريف حمص إلى ريف حمص وابن ريف دمشق إلى ريف دمشق وهذا لن يتم إلا عبر بيئة آمنة والبيئة الآمنة لا تتحقق إلا بإسقاط النظام المجرم في دمشق وهذا خطاب للسياسين السوريين أيها الاتلاف الوطني للثورة السورية لا يجب أن تهدأ بأصواتكم ولا بإعلامكم ولا بجرائدكم ولا بأنشطتكم في الداخل إلا بين كل كلمتين والثالث تقولون أن الحل الوحيد في سوريا هو إسقاط نظام بشار الأسد المجرم لا وأن السكوت عن هذا الثابت هو خيانة لمليون ونص شهيد ولنصف مليون معتقل ولأكثر من مليونين من ذوي الاحتياجات الخاصة ولأكثر من 12 مليون بين نازح ولاجئ أيها الإخوة في سوريا والعراء وكل دول الجوار العربي والتركي جميعا علينا أن نخلص من هذا السرطان بشار الأسد المجرم والقوات البوتينية المجرمة والإيرانية المجرمة هؤلاء الذين زرعوا الخوفة والتفتيت الطائفي والعرقي والقومي نحن السوريون من يوم يومنا لسنا طائفيين ولسنا إقصائيين قوميين رغم كل أنشطة حزب البعث المجرم في ترسيخ الطائفية والقومية الإقصائية التي يكرهها الشعب السوري هذا حقيقة استحقاق على الأتراك الأشقاء أن يسمعوه على الثوار السوريين في الداخل السوري أن يسمعوه وعلى السياسيين في العالم وعلى رجال الأعمال السوريين أولا والعرب والمسلمين ثانيا كلكم مدعوون إلى حل القضية السورية حلا أمثلا والحل الأمثل لا يكون مرة واثنين وثلاثة وعشرة إلا بإسقاط هذا النظام المجرم وليس عبر حلول بسيطة مؤقتة تضحكون علينا مشكلة اللاجئين هي نتاج لمشكلة كبرى اللي هو وجود الأسد الدكتاتوري المستبد نحن نسعى إلى دولة عادلة تحقق الرفاه للشعب السوري وإن شاء الله أطمح عبر هذه القناة أن يصل صوتي إلى القيادة التركية لنعقد معها لقاءات لبحث الملف السوري برمته ونبحث قضايا أصدقاء السياسي الأتراكي هناك فاسدون في ملفنا السوري فاسدون من كل الأطراف نريد أن نعيد للثورة السورية ألقها وشرفها والنصر شرف والله لا يعطي النصر إلا للشرفاء ولن يعطي النصر لقليلين شرف طيب إفراج نظام بشر الأسد عن عدد من المعتقلين هل هو بداية للمصالحة وبماذا تعلق عليه حقيقة هي كذبة كبرى اللي أفرج عنه 177 واحد فقط يعني على سبيل المثال أنا صديقي أعلن عن إفراجه في القائمة هم أفرج عنه من عدة سنوات وهم موجود هنا في إسطنبول أعلن عن إفراج أيضا موجود من خمس سنوات في رومانيا وهكذا في بعض الجرائم الجنائية وقليل جدا حوالي ثلاثة أشخاص من المعتقلين عام 2011 ما في إفراج بكل أسف يعني كان الإعلام حقيقة حتى الإعلام الثوري فرح وطبل وانغش بهالة الأسد المجرم أصلا يعني إجرام الأسد للدول الأخرى إذا ما بتعرفوها يا منظمات حقوق الإنسان بس شاهدوا منظر الأهالي وهم يطمحون لاستقبال أبنائهم المفرج عنهم عند جسر الرئيس في دمشق آلاف من السوريين محتارون وحتى من خرج من هؤلاء الجنائين كانوا فاقدي الوعي والذاكرة إنهم مساكين إننا أمام أعتى نظام مجرم مدعوم بكل الأسف من الكثير من دول العالم لماذا لا يفرج عن المعتقلين؟ حقيقة ستكشف عورته أولا عورته اللا إنسانية وهي مكشوفة لكن ستكشف بالدليل العملي لكن حقيقة يبدو أن الثورة السورية أو السوريين أيتام على مائدة اللئام أيتام على مائدة اللئام يعني اليوم الجارديين البريطانية عندما أخرجت لعلكم كلكم شفتوا هذا الفيلم القصير أو الوثائقي عن مجزرة حي التضامن هل هذه هي المجزرة الوحيدة؟ أنا مجازر الشعب السوري كثيرة جدا لكن أنا أريد أن أعدي لك مجازر فقط يعني وأعيدها مجازر هي بالشعب السوري لتركمانة بعشيرتنا في بستان الباشر بحلب في حي الشيخ فارس في حلب في حي الحيدرية في حلب هي مجازر بالتركمان بلد التسنين التي تعرضت للإبادة تركمانية من ريف حما ومجزرة أخرى في باب عمر وفي بلدة الزارة وفي طلف التركمانية وفي جبال الباير بوشا هذا فقط حوالينا نحن قريبين فما بالك المجازر التي حصلت في الغوطة وفي حما 1980 ما لها خبر؟ لكن أرادوا حقيقة إحراج بوتين أنه أمام العالم طالعوا مجزرة وحدة صغيرة كأنه يعني ما في غيرها أنه بوتين المجرم يدعم هذا النظام وبالتالي يشوفوا يا غربيين يا أوروبيين بوتين كم هو مجرم لماذا؟ هل هذه مجزرة؟ هل تقزمون جرائم الأسد بمجزرة حي التضامن؟ مجازره كثيرة ممتدة من درعاء من كل بلدة من بلدات درعاء وكل قرية من قرية درعاء إلى قرية حلب وحما ودمشق وحمص واللاذقية وترطوس مجزرة البيضة التي كلها كانت في شبه بث مباشر مجازر دير الزور حي شحيل وغير منطقة الحسكة والمجازر في عشائرنا في حوض الفرات في منرقة ودير الزور والحسكة وغيرها مجازر كثيرة لا حصر لها هذا نظام مجرم حله ليس بإغذة السكر والشاي والزيت لا بدنا زيتكم ولا شايتكم ولا بناء المخيمات الجديدة التي تعدون الناس نحن نريد سلاح مضادات جوية وسلاح حديث لإسقاط بشار الأزد بعشر أيام هل يمكن البيراقدار التركية التي الآن نشهد لها دورا كبيرا في الحرب الروسية الأوكرانية هل تعتقد بأنه من الممكن أن تقوم تركيا بمد بعض من دول العالم الإسلامي بها حقيقة الأسلحة الاستراتيجية البيراقدار اليوم أسلحة استراتيجية قد تمد فيها دول لكن بكل أسف لم يمد بها الثوار لو مد الثوار بهم لا حققنا الكثير من الإنجازات أسأل الله تعالى أن يهدي حكام العربي والمسلمين بأن يعودوا إلى رشدهم ويدعمون الثورة السورية لتخلصهم إسقاط بشار الأسد سيخلصهم من انتقال جرائم الأسد إلى كل الدول العربية على رأس هذه الجرائم المخدرات ما شفنا المخدرات كيف صدروها على مصر بعلب الحليب وبعلب العصير وإلى السعودية وإلى الأردن وإلى لبناء إلى تركيا إلى كل دول العالم المخدرات التابعة للنظام يعني تابعة لحزب الله يعني حقيقة هذا النظام المجرم هو عبء على كل الشرفاء أصحوا يا عرب ويا مسلمين وخلصونا من هذا النظام المجرم مو أنتوا تخلصونا ساعدونا يا أخي عطونا مضادات طائرات ما بقبلنا زيت ولا لحم من عندكم ولا زكر ولا شاي ولا بيوت ننعيش بالعراء وعطونا سلاح حتى نستطيع القضاء على نظام بشار الأسد المدعوم من بوتين ونظام الملالي وحسن نصر الله وكل هذه الجوقة من المجرمين بإذن الله يعود الأمن والاستقرار للشعب السوري ولكل شعوب الأمة الإسلامية بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيد صالح فاضل على كل تلك الإضاحات التي أوضحتها لنا في حلقة الليلة من برنامج استراحة حياكم الله ونداء الأخير لكل السوريين سياسيين وعسكريين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا شكرا جزيلا لحضرتك حياكم الله وبياكم كما أشكركم أيضا متابعين الكرام ما دمتم في حفظ الله ورعايته إلى اللقاء